فيلمنا بيبدأ مواحد اسمه قطب وهو بيتم اعتقاله بتهمة حياسة المخدرات وبيبقى بيشتغل في شركة مسؤولة عن سلسلة مطاعم بهجة فودز وبتيجي اخت رئيس الشركة مكارم تقعد معه عشان تطمنه ان الشركة هتعمل كل حاجة عشان تبرقه بد ان الزباط سابوها مع قطب الوحدة بتهجم عليه وبتسأله عن مكان المخدرات وبيظهر ان هي واخوها بيتاجروا في المخدرات وبيوزعوها تحت اسم الشركة وبتسأل مكارم قطب عن السبب اللي خلاه يوزع مخدرات في فترة زي دي ويتسبب في القبض عليه فبيقولها ان ما كانش فيه مخدرات خالص في السوق وعشان كده كان لازم يبيع ويكسب وبيكامل وبيقول انه سايب باقي المخدرات في مكان امان عند اتنين صحابه وبتتصدم مكارم وبتسأله لو سايب بضعب ملايين عند اتنين صحابه فبيقولها ما تقلقش لان صحابه دول ما عندهمش فكرة اصلا ان عندهم مخدرات وبيطمنها ان دا كان اقمن مكان يخباه فيه وفي مكان تاني بتظهر عيلة فضل وزوجته نعمة واطفالهم ليلى وعلي واللي بيبقوا فاتحين مشروع خاص بيهم في البيت وبيعملوا اكل وبيبيعول الجران وبتكون ليلى مسؤول عن التسويق على سوشال ميديا ام علي فبيبقى مسؤول عن توصيل الطلبات للجران لكن بيبقى حلم فضل ونعمة انهم يشتروا عربية عشان يبيعوا عليها اكلهم وبنشوف فضل ونعمة وهما وقفين في المطبخ يعملوا طلبيات الاكل اللي عليهم وفجأة بتقول عرص نعمة فبيجرى عليها فضل يطفيها بالمية وبتشم نعمة ريحة المية وبتعرف انها شربت كوارع فبتتعصب على فضله وبتقوله ان دي شربت الكوارع اللي كانت هتعمل بها المحشي وبعد شوية بتصحى ليلة وبتجهز نفسها عشان تروح المدرسة وبيظهر انها متضايقة من المشروع اللي والدها ووالدتها بيعملوه وبتكون مستعرة منهم بيحط إزازة صودا على ترابست الصفرة وبعدها بيحط فيها نعناع وبيطلع يجري هو وليلة فبتنفجر إزازة الصودا وبتغرق فضله ونعمة والبيت كله وبيظهر علي من وراهم وبيصور المقلب اللي عملوا فيهم وده عشان ينزلوا على السوشيال ميديا وبعد شوية بتوصل الشغال احتمال وبتتفرج على فيديو المقلب وبتتريق عليهم وبعد شوية بتدخل نعمة لاحتمال وبتوصيها على الكيك اللي في الفرن وللمفروض يروح للمقدم عزة جرهم في العمورة وبتترجع تركز وتسيب الموبايل بتاعها شوية وده لإنها مسكاته لليوم وبعدها بتجهز نفسها هي وفاضل عشان يروحوا مسابقة تابع شركة بهجة فودز واللي بتتعمل على أحلى أكلة شاكشوكا واللي هيكسبها هياخد جهزة بقيمة 500 ألف جنيه وبيبقى حلم وفاضل ونعمة إنهم يكسبوا المسابقة عشان يقدروا يسددوا ديونهم ومصاريف مدارس أولادهم وكمان يجيبوا له عربية اللي بيحلموا بيها في الوقت ده بتبقى ليلة بصة في موبايلها طول الوقت وبتتكلم مع الشاب باسمه شادي وبيظهر إنها معجبة بيه فبتسألها والدتها عن سبب تسميتها وبتسألها لو حد بعت لها ميمي فبتبص لها ليلة بقرف وبتقول لها إن اسمه ميم وبتطلب منها ما تقولش كلمة ما تعرفاش وبتسيبها وبتمشي فبتدق نعمة جدا وبتشتك الفضل من طريق بنتهم وبعدها بينزلوا سوى للمغزن اللي مأجرينه من المقدم عزة واللي بيبقوا حاطين فيه كل أدوات الطبخ كل حاجة ممكن يحتاجوها وبعد ما بياخدوا كل حاجة بيخرجوا عشان يركبوا العربية لكن في الطريق بيقابلوا المقدم عزة واللي بيبقى واقف يتخاني مع الشاب في العمرة لابس شورت وبيظهر إنهم عايزين يهربوا منه بسبب طريقته مع كل الناس وخصصا بعد ما طلع معاش فبيحاول إنهم يتسللوا من وراه لكن بيشوفهم وبيسألهم عن الكيكا بتاعته وعن كمان إيجار المغزن اللي مدفعهوش بقى لهم 4 شهور فبيوعدوا فضل إنهم يدفعوا قريب جدا وبيمشوا بسرعة وفي العربية بتراجع نعمة كل حاجة عشان المسابقة وبتكتشف إنها نسي تجيب الملح وبتشوف احتماله ويمشية فبتطلب منها تروح بسرعة تجيب الملح من المغزن وبتوصلها المكان اللي هتجيبه منه لكن كالعادة بتبقى احتمال مركزة في موبايلها بيكونوا في طريقهم لمدرسة ولادهم وفي الطريق بتسألهم ليلة لو المسابقة كمان هتكون متصورة فبتقولها نعمة وهي مبسوطة إن المسابقة كبيرة وأكيد هتكون متصورة فبيقولهم علي إنه بيتمنى يكسبوا عشان يدفعوا المصاريف المتأخرة عليهم وده لإن الميس بتاعته أكدت عليه في الكارير دي وبيتصدم فضله ونعمة أول ما بيعرفوا إن كان فيه كارير دي هما ما رحوهوش وبيسأل ولادهم عن السبب اللي خليهم ما يقولهمش عن يوم مهم زي ده فبيقولهم علي إن ليلة أكدت عليه ما يقولش فبتقولهم ليلة إن الكارير معمول للناس اللي بتحقق نجحات في شغلها وبتيجي تتكلم عنها أما هي فابوها ترفض من شغله وفتحين مشروع مش بيعملوا فيه حاجة غرنهم بيفشلوا وبيتأثر فضله ونعمة من كلام بنتهم القاسي وبيضطروا إنهم يسكوتوا وبعد شوية بيوصلوا المسابقة وبيعلن الشيف عن مقدم الجايزة صاحب الشرك فرق بهجة واللي بعد ما بيخلص كلامه بيجي واحد من الشركاء ويقوله إنه كان لازم يأجل المسابقة وده لإن رئيس العمليات بتاعهم مقبوض عليه عشان بيتاجر في المخدرات وكان كمان بيستخدم عربية الشركة عشان يوزع المخدرات على المحلات والمزارع وكل مكان فبيتريق فاروق وبيقوله إنهم اللي همش دعوا بقطب ولا يعرفوا حاجة عن تجارته وبيلمح له إنه لو عارف حاجة هيتسجن كمان معاه وبعدها بيروح فاروق يقابل مكارم وبيسألها عن اللي اتنين اللي قطب مخبي عندهم البضاعة بتاعته فبتقوله مكارم إنها شايفة إن البضاعة هتكون في أمان وهي عندهم وده لإنه قطب مفاهيمهم إنها بغارات من عندهم في الشركة وعشان كده الأحسن إنها تفضل عندهم لأنهم أصلاً ما عندهمش مكان يودها فيها وفجأة بتقطعهم مكالمة من العصابة اللي بتوزع المخدرات على فاروق وبتطلب منه يبدأ توزيع للبضاعة وإلا هيدوها لحد تاني فبيطلب قطب من مكارم تعرف له كل حاجة عن الناس اللي بدعتوا عندهم في الوقت ده بتبدأ نعمة تجهز الشاكشوكة اللي هتقدمها في المسابقة وبيشوف علي وليلة والدهم ووالدتهم على التلفزيون وبيبقوا مكسفين جداً في الوقت ده بيوصل قطب عشان يدوق الشاكشوكة لكل متسابق وفجأة بيلايه قدامه فضل ونعمة واللي بيعملوا الشاكشوكة وفي إيدهم بهارات شركته واللي بتكون هي نفسها المخدرات بتاعتهم فبيدخل في حالة صدمة وبيضطر إنه يروح مع الشيف عشان يدوقه وبيبدأ الشيف إنه يدوق لكن بيقول إن الملح نقص فبتحط نعمة أكتر من المخدرات اللي معيها فبينفع الفرق فيها وبيقولها كفاهية وبعدها بيتحاجج إنه صايم ومش هيقدر يدوق فبياخد الشيف الشاكشوكة عشان يوزعها على بقية الشفات لكن فجأة بيتجنن كل اللي دقوا من الشاكشوكة وبيفضلوا يجروا ورا فضل ونعمة عشان ياخدوا أكتر وبيدخل الشيف في حالة هلوسة لدرجة إنه بينطوا من فوق المبنى عشان يأكل الشاكشوكة كلها وما حدش بيكون فهم اللي حصل بتبدل مكارم طبق الشاكشوكة بطبق تاني خاص بمتسابقين تانين غير فضل ونعمة وبتيجي الشرطة تقبض على كل المتسابقين لحد ما بتظهر نتيجة تحليل المخدرات في طبق اتنين من المتسابقين وبيتقبض عليهم وبيفرح فضل ونعمة جداً وبيرجعوا أخيراً البيت بعد يوم طويل وقبل ما يدخلوا من باب العمارة بيلاقوا راجل بيقولهم إنه منطرف قطب وبيطلب منهم يجوا معاه وبيوصلوا المخزن قديم بتبقى مكارم مستنيهم فيه وبتهددهم بالأسلحة اللي معاهم وبتكهرب الكراسي عشان يخافوا منها وبتحكي لهم عن المخدرات اللي عندهم في المخزن وبتقولهم إن خطتها هي إنها تشتري لهم العربية اللي بيحلموا بيها واللي هيوزعوا منها المخدرات بنفسهم وده عشان يعوضوا المخدرات اللي حطوها في طبق الشاكشوكة بتاعهم واللي كان بتلاتة مليون جنيه وبيتصدم فضل ونعمة وما بيكونوش مصدقين إن كل اللي بيحصل ده حقيقي لكن بيضطروا يوفقوا بعد ما بتخوفهم مكارم بنها هتخلص عليهم وبيرجعوا البيت لكن برضو قبل ما يدخلوا عمارة بيجي لهم واحد يقولهم إنه من المباحث وبيخليهم يجوا معاه وبيغطوا وشهم وبيدخلهم في مكان ضلمة كبير وهناك بيقعد معهم المقدم جاسر الألفي فبيقرر فضل إنه يحكي له كل حاجة بالتفصيل وبيقول هو ونعمة عن مكارم اللي هتخلهم يوزعوا المخدرات وعن تهديداتها ليهم فبيمشي المقدم شوية وبعدها بيرجع لهم تاني ويقولهم إنهم هيشتغلوا مع المباحث وهيبقوا عملاء سريين عشان يكشفوا المجرمين وساعتها هيكونوا أبطال في نظر نفسهم والمجتمع وقدم أولادهم كمان فبيفرح فضل ونعمة جدا وبيوافق إنهم يشتغلوا مع العصابة وينقلوا كل أخبارهم للمقدم جاسر وبيحسهم الاتنين بالفخر وبالتضحية اللي هيعملوها للوطن وبيديهم المقدم كروت عليها أساميهم وبيقولهم إن ده يثبت إنهم شغالين معهم عشان يقدروا يعملوا لهم عايزينه وبيرجع فضل ونعمة أخيرا للبيت وفجأة بيلاقوا قدامهم علي وهو بيصورهم فبيطلب منه فضل يسيبهم في حالهم لأنهم خسروا المسابقة وتعبوا طول اليوم فبتيجي ليلة تتخاني معهم وبتقولهم إنهم بقى بيتعمل عليهم ميمو كوميكس على السوشيال ميديا فتمشي وبتسيبهم وبيصورهم علي وبيقولهم إنهم بقوا ترند وعشان كده لازم يركب الترند مع الباقي فبيدخل فضل ونعمة قضيتهم هما بيفكروا في اللي المفروض يعملوه وبيتفقوا إن المهمة اللي بيعملوها تخلي ولادهم يشوفوهم بطريقة مختلفة وفي تاني يوم بيروحوا يقابلوا المقدم جاسر وبيقولوله إنهم لازم يتفقوا على سيم أو كلمة سر بينهم عشان محدش يعرفهم وبيقترح إنهم يقولوله مدور يا كانتالوب فبيوافق المقدم وبيطلب منهم ما يقولوش عن المهمة أي حاجة لأي حد فبيحذروا فضل من نعمة اللي ما بتعرفش تحافظ على أي سر لكن النعمة بتوعدوا إنها مستحيل تقول حاجة وبيمشي المقدم ومتعصب منهم وفجأة بتيجي رسالة الفضل من مكرم بتقولوا فيها إن الحاجة فاطمة مستنيهم الساعة 6 وبيعرفوا إن دي أول مهمة ليهم فبيرجعوا البيت وبيعملوا كيك عشان يخبوا في المخدرات وبعدها بيخرجوا من البيت عشان يركبوا عربيتهم الجديدة واللي بتكون على اسمهم لكن فجأة بيقابلهم المقدم عزة واللي بيسألهم عن الكيكة بتاعته فبيخمن فضل ونعمة إن ممكن يبقى المقدم جاسر بيخلي المقدم عزة يرقبهم فبيقولوا كلمة السر اللي بينهم مدور يا كانتالوب فبيتخنق المقدم عزة معاهم فبيغير فضل الموضوع وبيقولوا إنه مش ينفع ياخد من الكيكة اللي معهم خالص وبالصدفة بتعدي احتمال فبتطلب نعمة منها تودي الكيك للعربية وبعدها بتقول المقدم عزة إن الكيك طالع لله وبتقدر تهرب منه هي وفضل أخيرا وبيركبوا سوى العربية وبيكلموا المقدم عزة واللي بيقولهم إنه واقف مع القيادات وإنهم بيقعدوهم بتكرم كبير على اللي بيعملوه وفجأة بيظهر جاسر هو واقف مع مكرم وفاروق وبيظهر إن كل دي خطة عشان يتحكوا بيها على فضل ونعمة ويخليهم يثقوا فيهم وبعد شوية بيوصلوا للمكان المتفق عليه وبتكون حفلة لمغنين ريب لكن بيخبطوا عربية شاب بالغلط فبيتخانق الشاب معهم وبيتكلم مع فضل بطرية وحشة فبتتعصب عليه نعمة وبتقولوا إنهم من المباحث وبتطلب منه بتقطوا وبتضربوا بالقلم على وشه فبيتعصب الشاب عليها وبيقولها إنه مش هيسيبها وبيمشي فبيروح فضل ونعمة عشان يدوروا على الحاجة فاطمة اللي هتاخد منهم الكيك وبيندمجوا في الحفلة وبيغنوا في المايكروفونات لحد ما فاجأة بيجي شخص غامض يشاور لهم عشان ييجوا وبيعرفوا إنه هو الشخص اللي هيسلموا له الحاجة وفاجأة وأثناء التسليم بتيجي والدة الشاب اللي نعمة ضربته وبتصمم إنها تبلغ عنهم في القسم وبترفض إن اللي استلم الكيكة يمشي وبتزعق في كله النقص فبتتصل نعمة بالمقدم جاسر عشان يتكلم مع السيد وما بيفهمش جاسر اللي بيحصل وبيتعصب عليهم كلهم وبتخلص المشكلة وبيسلم فضل ونعمة الكيكة اللي معهم وبيمشوا لكن بعدها بتتصل بهم مكارم وبتقولهم إن فيه كيكة نقصة وبيتصدم فضل ونعمة وما بيكونوش عارفين الكيكة النقصة راحت فين وفجأة بيجي في بالهم إن الشغال احتمال ممكن تبقى سرقت منهم واحدة فبيروحوا بسرعة لبيتها واللي بيبقى فيه كاد بيكتب أخوها وأول ما بيوصلوا بيلووا المأزون هو قدامهم على الأرض وبيعرفوا على طول إن المعازيم أكلوا من الكيكة فبيطلعوا بسرعة عشان يشوفوهم وبيلقوهم كلهم قاعدين متنحين وفجأة بيقوم أخو مكارم وبيجبر فضل يبقى هو المأزون بدل اللي نط وبيجبر نعمة كمان نقط زغرات له فبيتكلم فضل مع نعمة عن اللي المفروض يعملوه ده لإن المخدرات اللي في الكيكة اتكلت كلها وبتسمعهم احتمال اللي بتبقى واقفة وراهم وبيعرفوا إنها مكلتش من الكيكة وعشان كده هي فيقة فبيروحوا يقابلوا المقدم جاسر وبيحكولوا اللي حصل وبعدها بيفتحوا العربية بتاعتهم واللي بيبقوا مكتفين فيها الشغال احتمال فبيصوت جاسر وبيخليهم يقفلوا العربية بسرعة وبيقولهم إن البنت اللي عرفت سرهم لازم يتحفظوا عليها لحد ما يخلصوا توزيع مخدرات وبيديهم كروت تانية تسمح لهم إنهم يخطفوا بيها وبيصدق فضل ونعمة كلامه وبيقرر إنهم يكتفوا احتمال في المغزن بتاعهم وبيروحوا ليشتروا كلبشات وحبل وشريت لاز فبيقولهم صاحب المحل إنهم محتاجين أدوات خطف فبيحكولوا إنهم فعلا هيختفوا الشغالة بتاعتهم فبيقولهم صاحب المحل إن عندهم حق لأن محدش يقدر يلاقي شغالات كويسين في الزمن ده وبينصحهم يحطوا جثتها في سجادة عشان محد الشوك فيهم وفعلا بيحط فضل ونعمة احتمال في السجادة وبيروحوا بيها العمارة لكن قبل ما يطلعوا بيتفاجئوا بليلة وهي واقفة مع شاب غريب ومخبية مناخيرها فعصب على الولد وبتخليه مشي وبعدها بتبص على وش بنتها وبتكتشف إنها خرمت مناخيرها فبيتصوت وما بتكونش مصدقة لبنتها عملته فبيقولهم علي إنها عملت بيرسنج عشان الكراش بتاعها شادي عايز كده فبتتعصب نعمة جدا وبتخلي بنتها تطلع البيت وبتبقى عايزة تجري ورشادي فبيقولها فضل تسيبوا عشان يخلصوا من السجادة بسرعة وفاجأ بيجي المقدم عزة وبيبقى عايز يشيل معهم السجادة لكن نعمة بتصمم إنها تشيلها وبيدخلوا بسرعة المغزن وبيربطوها هناك وبياخدوا منها الموبايل وبيطلعوا البيتهم وهناك بتبقى ليلة مستنياهم وبتوريهم الفيديو اللي تصوروهما في حفلة الراب وبتسألهم عن اللي بيعملوه فبيقولها فضل إنهم كانوا بيعملوا بس دعاية للمطعم بتاعهم فبتطلب منهم إنها تروح لصحبتها تذكر عندها يومين الأجازة لكن نعمة بترفض تماما فبيقولها فضل تسيبوا عشان يركزوا في عمليتهم الجديدة فبتوافق نعمة وهي مش مرتاحة وبعد شوية بتجي لهم رسالة من مكارم بتبلغهم فيها بمعادل عمليات الجديدة وفي تانيهم بيسافر فضل ونعمل مكان التسليم الجديد واللي بيبقى حفلة واستي الصحرة وبتستغرب نعمة الشباب والبنات اللي بيرقصوا مع بعض وبتقول لفضل إن أهليهم مربهمش فبيقولها فضل ما تعبش في ولاد الناس عشان ما يطلع لهاش في عيالها وفجأة بتلاقيه قدامها ليلة وهو وقفة مع شادي فبتتعصب عليها لإنها كدبت عليها وبتتخانق كمان مع شادي وفجأة بيجي لهم واحد يطلب منهم حاجات الحاجة فاطمة فبتستغرب ليلة وبتسألهم عن اللي بيحصل فبيقولولها إنهم هيفاهموها بعدين وبيروحوا بسرعة للمكان اللي هيسلموا في البدوعة وهناك بيتفاجئوا بزعيمة عصابة بتعذب واحد شغال عندها وبتدي النعمة السكينة وبتطلب منها تقدبه لكن النعمة بترفض وبيحاول فضل يهد الموقف وبيقولها إنهم بيستخدموا أسليب مختلفة في التربية فبتتعصب عليهم الزعيمة وبتقولهم إن إسلوبها هو السلاح وبتقتل الشخص اللي عذبته وبعدها بتتهم فضل ونعمة إنهم بوليس وده لإن ما فيش تجار مخدرات يرفضوا يقدبوا حد فبيحلف لقى فضل ونعمة إنهم مش من البوليس فبتجبرهم الزعيمة إنهم ياخدوا حبوب مخدرة عشان يسبتولها إنهم فعلا معاهم وبياخد فضل ونعمة كتر من حباية وبيختفوا وفي تاني يوم بيصحوا من النوم هما لابسين لبس غريب وبتلاقي نعمة نفسها عاملة بيرسنجية كمان في مناخرها وفجأة بيدخل عليهم جسر وبيوريهم الفضاح اللي عملهم بارح وبيظهروا على السوشال ميديا هما بيغنوا وبيرقصوا وبيتكلموا على العملية اللي بيعملوها وبيتصدم فضل ونعمة من كمية الفضاح اللي بيتعرضوا لها كل يوم فبيقولهم جسر إنه هيتشل بسبب غباءهم وبيسيبهم وبيمشي وبيرجع فضل ونعمة البيت هما بيتسحبوا عشان محدش يشوف اللي هما عاملينه في لبسهم وفجأة بيلوه المقدم عزة توقف قدام باب المغزن ومعشيخ وبيقولهم إن المغزن مسكون لإني في صوت حد بيصوت كأنه مخطوف وإنه عشان كده جاب الشيخ يقرع البيت لكن نعمة بتعل الصوت عشان الشغالة تسكت وبتقول المقدم عزة إن ده صوت الموسير مش أكتر وبتطلع بسرعة هي وفضل البيت وهناك بيلوه عيالهم وقفين مستنينهم كالعادة وبيصور علي لحظة دخولهم البيت وليلة وقفة قدامهم بتعتبهم عن العملهم وبتقولهم إن صحابها كلهم عملين يبعتولها رسائل يقولولها إنهم معجبين بباباها ومامتها فبيقولولها إنهم مش فاهمين يرضوها إزاي لإنها مش راضية وصحابها بيتريعوا عليها ولا راديوهما موسطين ومعجبين بيهم وبتطلب منها تبعد عن شهادي ودلق إن بورج العزراء ومش هيكون مخلص ليها فبتسألها ليلة زي عرفت إن بورج العزراء فبتقول لها والدتها إنها شافته على الفيسبوك بتاعها فبتتصدم ليلة في والدتها وبتقول لها إنها كمان بتتعدى على خصوصياتها وبتسيبها وبتمشي وبالليل وقبل ما فاضل ونعمة ينامه بيجي لهم مكالمة من شخص مجول بيقولهم فيها إنه هيفضحهم لو ما بعتلوش مليون جنيه وبيبعتلهم فيديو وهم شاربين مخدرات بيقولوا فيه إنهم بيعملوا عملية سرية وبيشتغلوا مع البوليس وبيحكوا كل التفاصيل وبيتصدم فضل ونعمة اللي ما بيكونوش فاكلين حاجة وبيروحوا بسرعة يقابلوا جاسر واللي بيقولهم إنهم لازم يقتلوا الشخص اللي بيبتزهم وبيديهم كروت تانية تسمح لهم بالقتل فبيروحوا يشتروا جروف وأدوات يحفروا بيها قبر فبيقولهم صاحب المحل إنه واضح إن الموضوع وسع منهم فبيقولون إن في حد بس كشف سرهم ولازم يقتلوهم فبيسألهم عن الطريقة اللي هيقتلوا بيها فبيقولون إنهم هيدربوها يتفنوا حي فبينادي على العامل بتاعوا عشان يجيب أدوات الوقت وبعدها بيروح فضل ونعمة يقابلوا الشخص اللي بيبتزهم وبيضربوه وقبل ما يتفنوه بيلاقوا موبايله بيرن وبيتفاجئوا إن ليلى بنتهم هي اللي بتتصل بيه وبيعرفوا إن شادي نفسه هو اللي بيبتزوهم وبيشيلوا الغطى من على وشه وبيتأكدوا إن هو فعلا فبيقرروا إنهم ما يتفنوش وبيخطفوا مع احتمال في المغزن وبيطلعوا البيت وهناك بتحس ليلى بحاجة غريبة بتحصل وبتطلب من أخوها إنهم يرقبوا والدها ووالدتها وفي تاني يوم بيروح فضل ونعمل عملها جديدة واللي بيبقى في مكان لسبق العربيات وبيجي واحد من المتسبقين عشان ياخد مخدرات فبيفتح فضل ونعمل مكان المخبين في البضاعة وفجأة بيلاو ليلة وعلي قدامهم فبيتخضوا جدا وبيشوفهم المتسبقين وبيسألهم لو تجارة المخدرات بقى فيها أطفال كمان وبيتفضح فضل ونعمة قدام عيالهم فبيقولوا المتسابق إنهم بوليس وبيجروا ورابة العربية وبيحطوا سرينة عليها وكأنهم عايزين يقبضوا عليه وبيتصدم جاسر من اللي بيحصل وبيتصل زعماء العصابة بفاروق ومكارم وبيطلبوا منهم ياخدوا البضاعة من فضل ونعمة ويتخلصوا منهم في أسرع وقت وبنرجع لفضل ونعمة اللي بياخدوا ولادهم وبيروحوا المخزن وهناك بيوروهم الفيديو اللي بعتوا لشادي واللي هددهم به وبيخرج فضل ونعمة وبيسيبوا ليلة مع شادي لوحدهم فبتكمل ليلة الفيديو وبتشوف والدها والدتها وما بيعيطوا وبيطلبوا من شادي يبعد عند بنتهم لأنها أجمل بنت في الدنيا وما تستهلش يأثر عليها بشكل وحش وبيكملوا وبيقولوا أن على الرغم من أنهم عارفين أن بنتهم مستعرية منهم إلا أنهم متأكدين أنها بتحبوهم لكن أصعب حاجة عليهم هي أنهم يحسوا أن ولادهم مش بيحترموهم وبيتمنوا أي أب وأم غيرهم وبتتأثر ليلة بكلام والدها ووالدتها جدا وبتحس بالزنب ناحيتهم فبتسيب شادي وبتروح تعتذر لهم وبتترجوهم يسامحوها في الوقت ده بتقدر احتمال توصل للموبايل اللي ليلة سابته وبيتصل بأخوها عشان ينقذها وبيجي أخوها ومع بالتاجية وبيهجموا على العمارة وفجأة بيخبط المقدم عزة على فضل ونعمة وهو مرعوب وبيحكي لهم اللي حصل وبيستغربوا وخفوا جدا وده لأنه كان مقدم فبيعترف لهم نسم المقدم وابو اسمه عزة وأنه كان مدرب سلة مش أكتر وفجأة بيدخل أخو احتمال عليهم عشان يقتيلهم لكن فجأة بتجي الشرطة تمشيهم وبيقعد الضبط المسؤول مع فضل ونعمة وبيقولهم إنه اتحك عليهم وأن المقدم جسر مش مقدم ولا حاجة وأنه تبع مكرم وبهجت وبيطلب منهم يكملوا العملية كأنه ما فيش حاجة حصلت ومن غير ما يعملوا أي حاجة زيادة وده عشان يمسكوا مكرم بالبضاعة متلبسة وبيوافق فضل ونعمة وبعدها بيقعدوا يفكروا سوا في عيالهم واللي لو عارفوا إنه اتحك عليهم وأنهم ما كانوش شغالين مع الشرطة هيتكسفوا منهم جدا ومستحيل يحترموهم تاني وفي يوم التسليم بيبعثوا صاحب المحل اللي اشتروا منه أدوات الحفر المكارم وفي الوقت اللي بتستلم في البضاعة بتيجي الشرطة تقبض عليها في الوقت ده بيتصل فضل بجاسر وبيقوله إن البضاعة معاه وبيطلب منه يقابله ويسلمها له في مقابل الفلوس لكن أول ما بيقابله بيرفعه للمسدس وبيجبره المقدم عزة إنه يكلم فاروق بهجة ويخليه جي يستلم البضاعة بنفسه وبيجي فعلا فاروق ولليلة وعلي بيحصروه وبيجبره يسلم نفسه وبيبلغ فضله ونعمى الشرطة واللي بتقبض على فاروق وعلى جاسر وبيسيطره على كل أفراد العصابة لكن بيبقى الزابط المسؤول مدى من فضله ونعمى اللي خططه من غير إذنه فبيقولوله إنهم بس كانوا عايزين نأيالهم يفتخروا بيهم وفاجأة بيجي علي وليلة وبيسألوا الزابط لو فعلا والدهم ووالدتهم ادحك عليهم من المقدم اللي اسمه ياسر لكن بيتأثر الزابط وبيقولهم إنه ما تحكش عليهم ولا حاجة وإنه كان متفق معهم من الأول وبيفرح علي وليلة بأهلهم اللي بقوا أبطال وبيتشهروا في مصر كلها وفي آخر مشهد بيظهر فضله وعيلته وهم في برنامج إسعاد يونس وبيتكلموا عن افتتاحهم لخمس مطعم جداد وبيتصوروا كلهم كأسرة سعيدة ونجحة الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام